رغم مضي أكثر من نصف عام على أجراء الانتخابات النيابية كان المأمول منها تلبية المطالب الشعبية بتشكيل حكومة تلبي رغباتهم إلى أن الصراع السياسي بين القوى السياسية على تشكيل تلك الحكومة أدخل البلاد في دوامة أزمة يصعب معرفة مدى إمكانية الخروج منها حتى الآن تقترب البلاد من إنهاء الشهر السادس على إجراء الانتخابات البرلمانية التي أريد لها أن تنظي بشكل مبكر تلبية للمطالب الشعبية انتخابات كان من المفترض أن تأتي أقولها بتشكيل حكومة سريعة تحقق ما اشتريط عليها من أولويات إلا أن المعترك السياسي بين القوى أدخل البلاد في دوامة أزمة لا يعرف مدى إمكانية الخروج منها وفيما تختلف القوى السياسية في شكل الحكومة بين أغلبية وتوافقية لا تكترث الرؤى الشعبية لاتجاهتها بين شمالية أو جنوبية غربية كانت أم شرقية الحكومة هي تأخرت ها سريدها هاي الجهة ديش الجهة ديش الجهة ثلاث جهة تعدنا نحن بذاربعة أي واحد أي واحد يشكل حكومة قابلين بس خلي مشي الأمور والناس بهذا تأذى ثلاث عينات والشركات واكفة المقاولين ما مطهنوا مستحقاتهم رواتبنا قاعد تتأخر من وراء هاي المشاكل مشاكل بيناتهم يعني بين فلان وبين فلتان لذلك احنا شن ذنبنا يعني ما أننا أي ذنب احنا نريد الحكومة تمشي بصورة صحيحة وتمشي عدلة خلافة سياسية جرت إلى التجاوز على المدد الدستورية وتعطيل أغلب القوانين التي يتطلع إليها الشارع العراقي لمعالجة التداعيات الاقتصادية التي تحدق بالبلاد وهو ما دفع خبراء القانون للتحذير من استمراره التجاوز على السياقات القانونية يعني الناس ينتظرون حال ينتظرون قوانين ينتظرون قانون موازنة ينتظرون قوانين تشرح تخدمهم ينتظرون أنه البرلمان يجد حلول للمشكلات الموجودة حكومة تكون كاملة الصلاحية وليس حكومة تصريف أمور يومية الناس تريد حال لا تبحث عن هذه الكتلة ستفوز أو تلك الكتلة ستفوز لا الناس تريد حل الوضع الاقتصادي سعر الصار الخدمات الكهرباء تطوير القطع الخاص هذا ما يبحث عنه الناس ورغم هذه التعذيرات تستمر الأزمة السياسية بالتوغل في المشهد العراقي فلا معطيات حتى الآن لنجاح المبادرات التي تطلقها الكتل السياسية لإنهاء مرحلة الانسداد السياسي مصطفى الوشق الرابعة بغداد